اشتركوا في القناة الموسم الثامن واللي خصصناها فيما تم التصويت له على موضوع الوفرة هنتكلم عن ثلاثين قاعدة في الوفرة هذا البرنامج بدأ من الموسم الأول من ثمن سنوات واستمر في كل رمضان نقدم سلسلة من القواعد اللي أنا استخلصها وأعتقد أنها مناسبة للموضوع اللي نطرحه في هذا الموسم رح نطرق لموضوع الوفرة موضوع الوفرة موضوع كبير وإن كنت أنا في الحقيقة كنت أرجح الحديث عن موضوع الحرية لأنه هو الموضوع الأكثر أهمية في الفترة القادمة لكن بسبب الطلب الأغلبية لهذا الموضوع رح نتكلم عن الوفرة ونخصص بإذن الله لقاءات أخرى في خارج هذا البرنامج لموضوع الحرية سنتحدث عن الوفرة من كل جوانبها يعني من الجانب العميق إلى الأركان إلى أن ندخل في تقنيات إلى أن ندخل في تطبيقات هذه المسألة قانون وهذا القانون راسي وفيه كثير من الأسرار والتفاصيل معرفتها معناها أنها تسهل للشخص الحصول عليها بل قد أزعم بأنها تضمن للشخص أنه يحصل عليها خلنا نبدأ في أول مسألة وأهم مسألة دائما وهي أن كل حاجة تبدأ من الداخل ومن ضمنها الوفرة والرغبة في العيش في حياة وفيرة خلنا نعرف في البداية إيش الوفرة الوفرة هي ليست وجود مال فقط أو وجود ممتلكات وإن كان هذا جزء بسيط من الوفرة لكن الوفرة هي وجود خيارات ما دام عندي خيارات واسعة فلدي وفرة لكن ما لم توجد عندي الخيارات فما عندي وفرة الوفرة معناها أنه عندما أريد أن أأخذ قرار لدي مجموعة كبيرة من الخيارات فشخص قد يكون عنده أموال كثيرة لكن هو ما يستطيع يعمل أي حاجة أخرى باستثناء التصرف بالأموال فقط حتى ما يستطيع أن يستمتع ما يستطيع أن يسافر مثلا أصبح الموضوع مش وفرة افترض أن أنا لدي مليارات من الدولارات وجالس في زنزانة ما أقدر أخذ أي قرار بس هي مسجلة باسمي هذه الممتلكات كلها أنا مش مستفيد منها ما عندي الخيار افترض أن أنا لدي العديد من الأموال أو كم كبير من المال أو الممتلكات ومع ذلك محجور علي أن أأخذ قرار فيها فبالتالي هي في الحقيقة مش خيار ولا هي بالنسبة لي وفرة الوفرة يعني أنه هو الخيار في اتخاذ القرار أن يكون لدي القرار في أني أتصرف متى شئت ممكن أسافر ممكن أجلس ممكن أشتري ممكن أبيع هذا معناه وجود الوفرة الوفرة كذلك ومن أعظم معانيها هو وجود الانسجام في الداخل أنا منسجم مع ذاتي أنا عندي ممتلكات أو عندي وفرة في الحياة مالية أو مادية لكني منسجم في داخل نفسي وإلا ما الفائدة من كل هذه الوفرة إذا كنت أنا لا أحصر على المشاعر التي أريد وأهم المشاعر هي مشاعر الانسجام فالوفرة هي خيارات الوفرة هي القرار الوفرة هي الانسجام هذا على تعريف الوفرة فماذا عن تعريف الداخل ما الذي نقصده في الداخل إذا كنت من متابعيننا ومتابع المواسم السابق فأنت تفهم هذا المعنى جيدا لذلك لن أفصل فيه كثيرا الداخل معناه العالم الافتراضي الحياة عبارة عن ثلاث مستويات عالم افتراضي عالم كوانتي وعالم مادي عالم المادي هو الذي نراه نسمعه نشتمه نتذوقه نحسه نلمسه هذا نسميه عالم مادي وردي تجلى الآن كعالم مادي الميكروفون الذي أمامي الطاولة أمامي الكرسي اللي أنا جالس عليه هذه كلها أشياء مادية أستطيع أن ألمسها أحسها عالم الكوانتي هو عالم الجزيئات وعالم الظرات هنا تتحرك الأشياء قبل أن تتشكل في العالم المادي عالم الافتراضي هو الذي فيه القناعات والمفاهيم أو بالأحرى فيه النواية فالنية تبدأ لتحرك العالم الكوانتي ليشكل عالم المادي هذا باختصار كنت من طلبة الأكاديمية أنت تفهم هذا الكلام بالتفصيل فإذن الداخل هو العالم الافتراضي هو عالم النواية هو القناعات الداخل هو المفاهيم هي الأفكار هي المشاعر هي هنا والآن هذا هو الداخل فالوفرة تبدأ من الداخل مقصود في الوفرة عرفنا عن مقصود في الداخل أنه تبدأ من القرارات الداخلية قناعات التي يحملها المفاهيم التي يحملها المشاعر ومن هنا ما ليس بوفرة هو هناك هناك أعتقد اللي هو المال هناك أعتقد بأنه هي الممتلكات لا يبدأ شيء من هناك كل حاجة تبدأ من هنا أي شخص يريد أن يبني حياته صح ويبدأ من الداخل في البداية من نوايا ومن قناعاته ومفاهيمه وأفكاره وأهدافه ثم بعد ذلك ينطلق لتحقيق ما يراه هناك هنا يعني بحيث يجلب ما هو هناك إلى هنا أو يصنع ما هو هنا الذي يراه هناك فبالتالي ليس شيء هناك كل حاجة أريدها يجب أن تنطلق من هنا والآن وتنطلق من نواياي من مفاهيمي من قناعاتي كثير من الناس يرى الأشياء هناك يرى الناس عندها أموال يرى الناس عندها ممتلكات يرى الناس عندها زواجة ناجحة هو ينظر إلى هناك ويريد أن يحصل عليه من كذا الحسد عمره ما يحقق شيء لأن الحسد هو عبارة عن أن تخرج من هنا وتعيش فيه هناك فكأنه مفصول الشخص هذا غير متواجد هنا لكن الشخص الحقيقي هو الشخص الذي يدرك واقعه ويستمتع بواقعه أين كان فأنا أستطيع أن أستمتع بمئة دولار وأستطيع أن أستمتع بمئة مليون دولار لكن هناك شخص لا يستطيع أن يستمتع بمئة دولار لأنه يقول مئة دولار إيش تسوي لا قادر تجيب لي لا سيارة ولا بيت ولا جهة أجهزة ولا شيء وهناك أناس عندهم مئة مليون دولار وهم غير مستمتعين كذا يقولون طيب شوفوا فلان اللي عنده مئتين وعنده أربعمائة مليون وفلان اللي وصل مليار وشوف فلان اللي مذكور اسمه في فوربس وأنا اسمي على هالوضع كذا ما راح يذكر بحياتي في فوربس فهو عمرها ما كانت الوفرة هي مسألة أنك تمتلك شيء الوفرة هي قناعة في الداخل ما لم تنطلق من هذا المفهوم نحن قاعد نضيع وقتنا إذا مش مستطيع أنت تقتنع بهذه الفكرة أرجوك لا تستمع لبقية الحلقات الكلام هذا مش لك صحيح أننا راح نذكر أشياء تطبيقية وعملية ومادية كذلك لكن هي في الحقيقة ما تنفع الشخص الذي غير مقتنع بأنه يجب أن تتولد من الداخل روح اشتري اليا نصيب أو يعني ابحث عن الحظ أو شيء كذا ربما تلقى هناك احتمال ربما واحد من المليار أن يحصل لهم هذا الشيء فأنت ابحث عن خلك تعلق بهذا الأمل إنما إن كنت أنت شخص تريد أن تحقق الوفرة حقيقة يجب أن تنطلق من هذا المفهوم خلنا ناخد تمرين أول مسألة عرف بالنسبة لك إيش الوفرة وحط تعريف مختلف بس ليشمل هذا التعريف موضوع الخيارات والقرارات والانسجام لكن اكتب تعريف عن الوفرة التمرين الثاني هو اكتشف قناعاتك تجاه الوفرة هذه مسألة كثير مهمة لأن إذا كانت لديك قناعات سلبية تجاه الوفرة فهي ستعيقك دائما حتى لو جاءك المال فاكتشف قناعاتك أولا يعني اكتب مثلا الوفرة ثم اكتب الوفرة هي الوفرة تتحقق ثم اكتب الوفرة تتحقق ثم اكتب الوفرة تتحقق ثم اعبل الفراغات وهكذا اعملها كذا مرة حتى تكتشف إيش قناعاتك الداخلية تجاه الورو في الغالب ما تكون أول أو ثاني قناعة ولا اللي بعدين بعد ما تتعب من استخراج القناعات هي في الغالب في الوسط هذه هي قناعاتك اللاواعية اللي هي شغالة بالخلفية وأنت لا تدري اعمل تمرين التعريف واعمل تمرين اكتشف القناعات وتابع بعد ذلك بقية القواعد ولندخل في الجوانب العملية بعدها واخذها قاعدة الوفرة تبدأ من الداخل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة